الجين بس عشان الحتة لي هتشرح اي الجين؟ الجين ده بيتكون من حتة اسمها البروموتور او الماسترو وده اللي بيسيطر الجين ده يشتغل ولا ما يشتغلش ويشتغل انت ويشتغل ازاي؟ اللي فيه كل العملية التنظيمية بتاعت الجين هو ده اللي هيقوه لان لو ده مش موجود ده مش يشتغل اساسا هو ده اللي بيقى بالوراثة اللي بيعمل حاجات بالوراثة يا دكتور ولا الوراثة ده حاجة تانية؟ يعني الجين ده هو المسيطر على طريقة عمل البروموتور ايريا دي المنطقة المنظمة لعمل الجين ده كله كل جين فيه المنطقة دي؟ اه طب كل جين فيه المنطقة المنظمة الماستور بتاعها اللي بيقول سبحان الله سبحان الله ده فيه ده انا عايز اقول لحضرتك ان فيه اورام بتحصل لان حصل لغبطة في الكروموسومات بسبب ما طب مال البروموتور بيشتغل بيعمل ما فيه اورام تحصل؟ ما انا هقول لحضرتك ده هي بتحصل بسبب كده إن فيه عوامل تلوث فيه تدخيل فيه الإشعاع أو الأشعاعات فالبروموتور ده يحصل يتنقل لحتة تانية في جين تاني فيبقى شغال على طول فيعمل حاجة وده هنجيلها لما ناخد مرض بمرض قلنا نبتدي بالحال ده عشان نوضح قلنا ده البروموتور إليا أو المنطقة المنظمة وفيها كل حاجة وده الجين نفسه تتابع الأحماض الأمينية طيب هيفضل ماشي على طول؟ لا فيه حتة اسمها الترمينيتور أو النهاية نهاية الرسالة اللي هتطلع قلنا قد الجين البداية بتاعته والنهاية وقد الجين في النوص ممكن نكمل الجين ده هو اللي هيتم طبعه علشان ناخد منه ناخد منه ممكن نكمل ده اللي هيتديني البروتين عملية اسمها الجين إكسيبرشان علشان يتحول ده الجين لبروتين ده بتحصل من خلال عملية 2-2 عملية اسمها النسخ ممكن نوقف هنا النسخ دي بتحصل في النواة اسم ايه؟ النسخ النسخ هو تركيبه دي أوكسي رايبونيوكليك أسد يعني دي أوكسي رايبونيوكليك أسد ده مصطلح كبير يعني والرن إيه اللي هو رايبونيوكليك أسد اللي بيطلع برا بياخد الرسائل الرن إيه؟ الرن إيه وفيه منه أنواع وده اسمه الميسينجر الرسول الرن إيه الرسول هيتطبع هيحصل هنا نسخ من الدين إيه لرن إيه بالجين اللي احنا عايزينه بتتابع الأحماض الأمنية طيب ده في النواة طيب هيطلع برا في السيتوبلازم في مصانع البروتين اللي ياسمه الريبوسوم تمام اللي احنا قلنا على المرة ده مصانع البروتين مصانع البروتين هيحصل هنا الترجمع أو صناعة البروتين اللي هو هيبقى الانزيم اللي هيطلع يهتم اللي هيخش بقى اللي هيخش يعني كده هنقول لزي يدخل الغوف الأمعاء اللي هيخضم الأكل بقى اللي احنا كالناها على حسن نوع سبحان الله تمام وصلنا للريبوسومات دي كلها اهيو اشتغل وطلع دي في الريبوسومات طهنجا ممكن نكمل الفيديو اهو عملية النسخ النسخ ايوه وطالع كده طالع بقى من اهو بيتناسخ اهو وهنا أما يطلع هيحصل اللي هو الترجمع هنا أو صناعة البروتين نعم وتحس انها آلة شغالة بيتنقل من هنا الهنا سبحان الله نعم طيب اللي احنا عايزينه من الدين ايه ماشي ايوه الدين ايه الجين طب اللي عملها بتحصل ازاي بقى عملية من خلال من خلال من خلال من خلال 3 عمليات ده انزيم اسمه RNA Polymerase يعني ايه بقى ده اللي هيحط اللي هيبني الRNA يعني هو الانزيم ده اللي هيجيب ويعمل نسخة من الDNA الDNA هيعمل نسخة من الجيل اللي احنا اشاه فينه يعني الجيل اللي احنا اشاه فينه هيعمل copy هيعمل النسخ نحن بنشرح النسخ بقى وهيبتدي يشتغل قلنا المنطقة دي فيها كل كل يعني التعرف والتنظيم وكل حاجة التعريب بالجين والتنظيم بتاعه كل حاجة نعم وهيبتدي في عملية النسخ بعد معا ادي عملية النسخ وقادي القواعد النيتروجينية بتتحط واحدة ولا تانية لحد ما هيعمل لي الRNA طبعا التكوينها كل 3 قواعد بيعملوا ايه بيعملهم code لحنضة اميني ده هيطلع من هنا المسينجر RNA لحد ما هيوصل لمرحلة النهاية خلاص الترميناشن كده الRNA بوليمريز ده الانزيم ده اللي بيبني الRNA هيفصل وهيسيب الDNA وهيرجع الDNA في الرو البعضاء والشيرتين بتاع البعض وهيبقى عندي RNA طب هو الRNA كده خلاص كده رسالة لا نقف كده ممكن نقف لا ده لسه مهمته جاية الRNA نبتكون من أجزاء اسمها إكسوند إيه الأحمر والأصفر دي الأحمر الأحمر ده إكسوند وده الإكسوند ودية اللي فيها تتابع أو فيها شفرة تردية الجزء الأصفر ده اسمه الانترونز الانترونز دي ما فيهاش تتابع هيجي حاجة تقصها عشان تعمللي الشفرة بتاعتنا تكمل الرسالة كاملة تقطع دي أيه هتقطع دي اسمه اسبلايسوسوم ممكن نكمل أربعة بروتينات أو إنزيمات هيجوا يقطعوننا الجزء ده الجزء الأصفر ده الجزء الأصفر ده ممكن نشغل فيديو أهو البروتينات هتنسكه وهتقطعه المجموعة دي على بعضها اسمها اسبلايسوسوم تمام خلاص شالة الجزء اللي مكانش بيدي كوت تمام ماشي أيوة خلاص كده وصلتهم ببعض التانيين وصلتهم ببعض كده الر إن هي الرسالة كاملة رسالة يعني من أولها الأخيرة مش مقطوع ولا حاجة مش مقطوع ولا حاجة وحتطلع من هتطلع ليه السيتوبلازم ومنه على الريبوسوم علشان نشوف التتابع ده ويه الريبوسومات تبتدي تصنع البروتينات اللي هي عبارة عن اللي هي تبقى الانزيمات اللي هنبتدي بيها ده حضرتك العلماء فاكم الشفارات دي كلها احنا عندنا عشرين حمضة أميني فينا يا الأميني عشرين حمضة أميني البروتينات البروتينات في الجسم كل جسم الإنسان كل جسم الإنسان هم مع عشرين حمضة أميني معروفين معروفين وقادي الكول بتاع كل واحد تماما حضرتك ها وفيها سي سي يو سي سي يو كل واحد ده الفنال الألالين اليوسين الميسيونين اللي بتاع لسارت الفالين التيروزين الجلوتامين الأصبارجينيز وهكذا وقادي البداية ينقصين كده فايدة الأحماض الأمينية دي بجسم الإنسان ما دي مكونات البروتين حضرتك أساساً دي المكونات فيه ممكن يحصل فيها خلل دي أه طبع فيه يعني ممكن حد يكون عنده خلل في الأحماض الأمينية في تتابعها في تتابعها أه وده بيؤدي لإيه بعد بيؤدي لأمراض احنا في مرض هنجيله يعني في فيديو نتيجة خلل في تتابع الأمينية لمرض ان احنا بس مجرد قاعدة اتغيرت اتغير حمضة أمينة بحمضة أمينة تانية الله أكبر طيب دي الأحماض دي معروفة ووظيفها ومكوناتها دي الأحماض بباقي آه هو يعني دي ده تتابع اللي يدي كل حمضة أمينة ماشي يعني ليه كذا اختيارهم يجيبوا الحمضة دا تمام وده العلماء يعني مثلا الأول واحدة هناك خالص في الشمال دي بتاعة الفنال الأمينة يو يو ايه ولا يو يو جي اه ايه بقى ده حمضة أمينة على بعض ده حضرتك يوراسيل يوراسيل سيتوزين تمام أي خلل في التتابع ده هيدي حاجة تانية هيدي حاجة تانية وبالتالي يعمل مرض تاني يعمل مرض يعمل مرض من اللي بيحفظ التتابعات دي مصبوطة كده الله سبحانه وتعالى قدر يتلاقي كده هو ربنا سبحانه وتعالى يعني خلق الجسم وخلق له إجراءات دفاعية وإزاي يتم النسخ والترجمة بدون أخطاء كل حاجة بتتراجع مرة واثنين سبحان الله يعني قبل ما يطلع فيه جهات بتراجع رقابية اه طبعا وده في الفيديو اللي بعد الجاية طيب طبعا ممكن نكمل قلنا ده تتابعات الأحماض النووية اللي هتديني أحماض أمينية نعم وصل الرنة زي ما قلنا للريبوسومات في عندنا كود اسمه كود البد أهوة اللي ستارتو كودون وده معروف AUG بعد ما بيمسك في الأول الريبوسومات هتمسك في في السمول ساب يونت وهيجي على اللي يمسك فيها الترانسفير RNA اللي هو الناقل عشان يبتديننا إشارة البد ماشا نكمل بعد ما ماسكت في إشارة البد اللي هي AUG دي الـ AUG دي إشارة البد في عندنا إشارة البد واحدة وفي عندنا ستوب ثلاثة إشارات للستوب طيب خلص ده اسمه الانيشياتو هتيجي بتاعة الترانسليشن أو الترجمة وهيجي يمسك اللارج ساب يونت ويكون كومبليكس أو الماكينة بتاعة صناعة البروتين اللي هي بتتكون من دخول مكان للدخول ومكان للتصاق الأحماض الأمينية بعضها اسمه وبطايل ومكان للخروج الآن أسأل أول حمضة أمينة هيدخل الرنة اللي بعد كده ده واحد تاني أيوة كل واحد من دول كل حمضة أمينة اللي هي ناقل خاص به بيجي يتعرف بالقاعدة دي على القاعدة دي مقابل لها عشان كده ما حصلش خطأ تمام وكنت رأسوا لك احتمريات الخطأ هنا إيه بقى والخلل لا ما فيش احتمريات الخطأ طب لو تكون خطأ الخلية هتتخلص منه فعلا تدمره تدمره ولي بعرف الخلية إن فيه غلط فيه مراجعة الخلية لا إله إلا الله كل ده جوه الجزء من الخلية كل ده جوه جوه الخلية نعم وهيبتدئ السلسلة دي هتقادل لخلص مهمته يخرج من مكان الخروج ويدخل لترانسفير R&A تاني بحمضة أمينة تاني ويتكون السلسلة هي سلسلة من الأحماض الأمينية وهلوم يجرى لحد ما تخلص العملية بتاعت السلسل بتاع الأحماض الأمينية ويوصل المنطقة اللي هو ده اسمه الاستوب أو خلاص نهاية السلسلة خلاص كده تكون عندي سلسلة الأحماض الأمينية اللي هي اللي هي البروتين أو الإنظام اللي إحنا محتاجينه الإنزيمات الإنزيمات إيه كونتها خلاص ده الإنزيم أيا كان اللي رايح يهضم الأكل اللي إحنا كنا كل ده جوه الخلية كل ده ده مصنع ده مصانع مش مصنع وخلي بالحركة ده بيتم في جوز دي طبعا معلش نقف هنا نقف هنا ده بيتم في الريبسومات اللي هي موجودة على الشبكة الإندوبلازمية بيتصنع منها ويطلع على هيئة متكيس معشان ما يبقاش في السيتوبلازم الوحد بيطلع منها في أكيازة عجبتني متكيس آه في حاجة نظيفة آه طبعا طبعا ده حاجة من المصنع إليك مباشرة سبحان الله كل حاجة هنا الكيس ده ليه بقى حماية يعني علشان ده السيتوبلازم ده مالده جيلاتينية وفيها حاجات وفيها إنزيمات عشان حماية ده طبعا سبحان الله طيب ما تتأصلش في رحلة خروجها لا طبعا طبعا كل حاجة حضرتك معمولة بحكمة سبحانه سبحانه سبحان الله هتطلع طلعت من الشبكة الإنزيمية وهتدخل على جهاز ده بتاع التعامل مع الجمهور المنتج النهائي يعني إيه بقى هنشوف هتدخل ممكن نكمل طب هينضف لها إضافات اللي قلنا عليها المرة اللي فاتت سواء دهول أو نشويات على حسب الإنزيم اللي موجود وهيطلع في صورة النهائية اللي يطلع يتعامل بها مع الجمهور أو مع البروتين أو مع الأكل مع الأكل بقى اللي قلناها خلاص طلع من جولجي أبريتاس هيطلع منه في السيتوبلاز بالشكل النهائي وهيروح الخارية هتفرزه يروح يهضم الأكل سبحان الله